أنا وأنتثرت نقضة مهمة في ذهني لما استذكرت أنه أنت رجل تنفيذي في كل مراحل عملك السياسي عذرا وأنت الأقدر على تشخيص الخلل وين رجل عاش فترة من عقده نصف تقريباً 15 سنة بالعمل التنفيذي ويطلع منه يقول هاي العملية فشلت فشلت ليش أنت رح تجاوب غير اللي أنا أجاوبها قد أنا أحلل بس إتعندك معلومة من داخل المنظومة ليش فشلت هاي المنظومة السياسية بإنتاج دولة منتجة قادرة على أداء وظائفها الدستورية على الأقل هذه الدولة فشلت أولاً ابتعدنا عن الدستور اللي يمثل العقدة الاجتماعية ثانياً ابتعدنا عن مبدأ المواطنة واشتغلنا على العناوين الفرعية وغابت الكفاءات وغرقت الدولة بالمحاصصة ولا زالت لهذا اليوم أيضاً ابتعدت السلطات المهمة بالدولة التنفيذية والرقابية عن أداء مهامها اليوم أكو فشل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فبالتأكيد هذه السلبيات توصلنا إلى حالة الانسداد السياسي وإعلان فشل العملية السياسية الأمر الذي يستوجب وجود مشروع للتغيير وإحنا اليوم هذا شخصناه فحددنا أنه لازم نبدأ بالتغيير يعني محمد الشعاع السودان من طلع من مشروع سياسي أو عنوان سياسي سابق وإجي وشكل كيان سياسي جديد ودخل أريد أن تخلل الانتخابات مع مجموعة هذا معدة مشروع للتغيير وإلا شونه أريد أن نكرر نفس السياقات والمنهجية العمل الساوقة أنا إذا كنت ياك صريح وأمل أنه صراحتي ما تكون جارحة أقول أنه البعض يعتقد أنه هذا الخروج هو عبارة عن تكتيك سياسي لإنقاذ البيت الشيعي لإنقاذ الوضع التقليدي للزعامات ووجودها السياسي بالتالي الأشخاص اللي بالإمكان أن يكونوا بدائل خليهم يطلعون ينسى الخون وأنت من ترشحت رئيس وزراء شفت بعينك شنو اللي كان يقال يعني هذه التهمة تتكرر دائما وإننا نتكرر جوا لكن أعتقد أننا حتى هم في برنامج هم تكلمنا عنه صحيح مجرد قراءة لخارطة المرشحين والقوائم دولة القانون وتيار الفراتية إذا كان تكتيك يفترض أكو تنسيق في طرح المرشحين صحيح لا مصحيح خصوصا في هذا النظام الدولة المتعددة كتل قوية نازلة مرشح واحد فشلون دولة القانون تنزل مرشحين والفراتين ينزل مرشحين بنفس الدائرة أصلا في دائرة الأمين العام لتيار الفراتين دولة القانون مرشحة أو نزلة ثلاث مرشحين فمن التنسيق ومن التكتيك أخو هذا دليل واضح أي واحد منهم يضرب نفس السنة لا 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 مصح الجزء الثنين هم في شلون يعني هي تفكير علمي اليوم مثلا تحالف الفتح وهو التحالفات القوية نازل مرشح واحد في أغلب الدواء لماذا لا ينزل الثنين مرشحين وهو عدة فصائل وجهات سياسية وعدة تنظيم قوي فهذا انتهت بعدما تضحت خرطة الترشيح الثنين عندنا مواقف واضحة معلنة أنه الفراتين مشروع سياسي واضح المعالم ما عدا أي ارتباطات بأي جهات سياسية ونحترم كل جهات سياسية والمستقبل كفيل أن يثبت هذا الأمر بضلا عن أنه الكل يعرف مصداقيتنا في هذا